طلابي الأعزاء طالباتنا المبدعات يعطيكم ألف 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 عافية بإذن الله عز وجل إنكم تكونوا على مشارف إنه تبلشوا الفصل الثاني بقوة بس بالرغم من ذلك هيك هي الحياة أكيد في ناس كان عندها ظروف ما قدرت يمكن تورس فصل أول في ناس يمكن كانت متغلبة مختار أستاذ غلط والآن بده يغير في ناس كمان ظرفها يمكن يكون ظرف الصحي ما كان سمح له في ناس مهملين هيك الدنيا لو شو ما كان وضعك في الإنجليزي أنا بقدر أقول لك إذا اليوم قررت أنا اليوم بصور الفيديو والتاريخ 18 واحد أستاذ شو اللي بتحكي فيه إذا اليوم قررت إنك تبلش وتحطق لك في راسك وتتعب على الفصل الأول وتروح بعد هيك على الفصل الثاني والله يبوعدك إنه معك مجال اليوم بدي أخذ أسوأ كيس في المملكة واحد مش فاتح الفصل الأول وراح شارع بطاقة وتد العرض فصل ثاني مع فصل أول وأنا لسه بدي أبلش بالفصل الثاني إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع أول أسبوعين رح أنزل بالهدف بعدين رح أمشي بخطة معينة واضحة المعالم بقدر أقول لك خلال 23 يوم لو على فرض طالب وضعه جدا سيء قرر يبلش يوم 20 واحد ولا رح أعطيك خطة تمشي عليها وهلا هذا فيه طالب يجيب يقول لي أستاذ طب أنا مش ممكن المادة أراجع هذا الحكي أنا برأيي ما فيش داعي ترجع تعيد كل إش أنا هون عطلوا يعيد الفيديوهات ويعيد كل الدنيا لو واحد قرر يبلش بعشرين واحد بيحتاج 23 يوم بنهي مادة الفصل الأول براحة 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 مش نطول اليوم إنجليزي ساعتين ثلاثة إنجليزي باليوم بس تمام؟ عشرين واحد يوم 13 اثنين بنهي فصل أول بعمله فنش وبدخل بعديها معنا على الفصل الثاني وإذا يمكن أن يكون منزل واحد ونص وعادي يتابع وأقول لك لو بلش يوم 13-2 فصل ثاني والله العظيم بيختم معي في 1-5 وقبل هيك كمان وبيكون خلص فصل أول وتاني هذا أسوأ كيس في العالم هلأ فيه طالب يمكن يخلص أول وحدتين كمل معي على الثالثة والرابعة على الجدول معي راح تبلش معي فصل ثاني مع كل طلاب المملكة اللي ختمين من شهرين تخيل؟ تمام؟ ذلك إن شاء الله سأعطيك خطة مرتبة تليق بك وبإذن الله عز وجل يعني هذه راح أسميها خطة الإنقاذ المخلص في التوجيه مين بده يخلصك من المصيب اللي وقيت فيها وإن شاء الله ما في عدة واقع فيكم مصائب هلأ البدي أنا طبعا كتبت ووضحت هذا اللوح للوحدة الأولى كيفدك تمشي وكم يوم وشو الوضع بعدها وحدة ثانية ثالثة رابعة وآخر شيء إن شاء الله بحكي عن الموضوع ركز معي الآن شوي صغيرة تمام؟ ركز معي الآن شوي صغيرة ذلك الآن الموضوع كثير بسيط يا جماعة هلأ أول شيء الوحدة الأولى أنا راصد لك إلها تسع أيام وبالإضافة ليوم مراجعة تمام؟ تقدر جيب لك ورقة وتلخص وتكتب عشان تعرف شو اللي بدك تسويه ما رح أنسلو بيدي أف عشان ديك هالمرة بييدك تكتبه بدي تقوم تقرر آه بدي بكرة أبلش وثلاثة عشرين يوم أخلص مادة فصل الأول إن شاء الله طيب طلابي بالوحدة الأولى في عندي بتحتاج أول إشي التأسيس بالديومين وهذا التأسيس بيفيدك فصل أول فصل ثاني يعني الفصل الثاني ما رح تحضر التأسيس لأن تأسيس نفسه بالفصلين وإذا تأسيسك كويس أو حاضر قبل هيك خلص هي شطبنا يومين صفت سبعة أيام الوحدة مش تسعة هي أدخن وحدة في العالم بدنا يوم تدرس لي مضارع وماضي بسيط كل فيديوهاتهم بتتمهم اللي موجودات على الموقع بتثبتهم بعد هيك بدي يوم ثالث مضارع وماضي مستمر هاي زمنين وماضي تام هاي ثلاث أزمني خلال يوم بخذينا شمعك ساعتين زمن ما بوخذ بعد هيك بتروح لي عن المستقبل البسيط وفي حل ورقة أزمني هاي هيك إشي إكسترا يعني هاي وإحنا نباح بحين لو بدنا بتكاش تحضرها هاسا مش مشكلة خليها للمكثف ووقت المراجعة بتراجحها مستقبل بسيط تحضر لي اثنين جزء من الريبورتد قديش بدنا هدولة يوم هاي يومي بيومي بيوم صرنا أربعة أو سري مع اليومين هدولاك صرنا خمسة أوكي تأسيس ما هو أصلا في ناس كثير حدريته بتحضر لي جزء ثلاثة وأربعة من الريبورتد فقط خلال يوم بفقط جزءين ريبورتد بس اليوم البعده بتحضر لي المبني المجهول كامل ثلاث أجزاء ساعتين زمن تكون مخلصة بإذن الله عز وجل بعدين بتيجي في عندي قاعد كتابي على الماضي التام والإحتمالية والمنع والسببية هدولا بيأخذوا يوم هدول كل الفيديوهات بجنة ساعة ونص هدول نثريات أصلا مش موجودات في الكتاب بس نحن بنعبر عنهم لغاية معينة وكيد بيجوا عليهم بعض الأسئلة بس أنا يعني بيأخذونيش معاك يوم بعد هيك تيجي هيك خلصنا كل قواعد الوحدة الأولى هاي البوعبوع الكبير تيجي على قبل البدء بالقطع فيديو ربع ساعة وتاريخ الحواسيب هدول يوم تحضر ليهاهم هيبلشنا بأول فقرة ساعتين بتحط للإنجليز ساعتين نص ماكسما بدك تدرس مواد ثانية بدك تمشي عادي هاد بحكي لواحد حالته ماك لاوة تخيلهم خلص وحدة الأولى خلص يدخل عايش يكمل وحدة ثانية بعد هيك تيجي استعمال التكنولوجيا قطعتها وإنترنت الأشياء وحل مفرداتها هاي يوم خلصنا وحدة أولى هيك بقولك باي باي معك يوم أخير تقدر تراجع فيه تقدر تراجع فيه هاي وحدة أولى خلصت هاي رتبطل لك فيديوهاتها هاد لو وضعك شو وضعك بالمرة لو قررت البكرة تبلش يوم 13 نين تبلش فصل ثاني عادي 13 نين مش رح تقول تدرس يومي إنجليزي بالسوء تحطيلي يومين وخلص تختم معي إن شاء الله أول 5 رح أكون خاتم بس إنه هذا ختمتك أمورك رائعة آخر 4 بتختم اليونت 2 خمسة أيام تخلصها طبعا اسمع يعني يا رك خلصت يونت 1 كل سنة وتسالم يعني يا جماعة المخلصين يونت 1 بالاعتبار خاتمين أموركو سهلة تيجي على اليوستو تحضرها بيوم قاعدة تافة عائلتي التام مع أبو مشعل الموضوع جدا تافة اللي حضروها ما يعرفوا شو عيني تام خلصت قواعد وحدة ثانية تيجي على الطب التكميلي قطعة متكتكة ولطيفة ومرتبة حطيت لك يوم كامل يوم يعني ما تدرس غيرها هل الناس سعداء وظروف صحي في الأردن قطعتين جدا سهلات يوم قطعة تحرك لحالك والمفردات يوم وكل سنة وانت سالم هذه خلصت وحدة الثانية بخمسة أيام هدوء ساعتين ونص في اليوم بس يونت 3 بيوم تحضر المستقبل تام والمستقبل مستمر يوم واحد قطعة أديب ما إنها مش مستاهل يوم أنا بصراحة قلبي بأن نبني إنها يوم أحكي لك هاي الوحدة دخليها ثلاثة أيام أديب وضحية حادث تحضرهم مع بعض مع المترادفات وقطعة في المستقبل ومركز حسين للسوطاني بيوم بصراحة ثلاثة أيام بكفيها وزيادة جد بتخلصها و أمورك رائعة و تمام هيك وفرنا لك يوم بدل 23 و أخواني خليهم 22 يوم طال الوحدة الرابعة أستاذي في اليونت فور في انديك ليفت سنتنس بدها يوم وضمائر الوصل بدهم يوم هاي يومين العلماء وابن بصار أربعة أيام أستاذ معقول بتحكي عن جد ولا بتمزح ولا شو اللي بتحكي فيه يا زلمة لو إنك مهمل وقررت اليوم تبلش معك مجال بالإنجليزي بماديتي أنا أطلعك منها طال أستاذ مش ضل مفرداء مش ضل مشتقاق مش ضل تعبير مش ضل guided writing هذا فيه قدامك خيارين يا بتحط أربع أيام إضافية بتدرسهم أو هذون مشتركات مع الفصل الثاني بتقدر تخليهم لنهاية الفصل الثاني أو خلال وإحنا بندرس فصل الثاني ترجع لهذه المواضيع ورح نزلها فصل الثاني ستحكي عن جد والله هيك كثير والله يا جماعة ما فيه إشي صعب بس خلي عيونك وين باتجاه القول الهداف وين شو اللي بدي إياه والله معك مجال تقلب كل الموازين لصالحك عن جد وتخلص حالك من أي مستنقع أنت الآن واقع فيه وإن شاء الله كلكم تستطيعوا إنكم تبدعوا تتقلقوا وتكونوا على قدر علم المسئولية لخص خطتك كل يوم بتمشي فيه يمسك ورقتك أكس لحد ما توصل يوم 22 أو 23 وتقول لأستاذ محمد جزاك الله خيرا أنا الآن مستعد أبلش فصل الثاني إذا بواصل وحدة ثاني بلش وحدة ثاني ثالثة رابعة عشر تيام بتكون معنا بالفصل الثاني الأمور جدا جميلة وتقدر تكون معنا وتنضمنا قافلتي النجاح وتبدع وتتقلق أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح عليكم فتوح العارفين يعطيكم ألف عافية بايبي اشتركوا في القناة